قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تعمل مع أوكرانيا وحلفاء آخرين من أجل التوصل إلى توافق في الأراء حول ركائز الأساسية لسلام عادل ودائم لإنهاء الأزمة مع روسيا من جهة أخرى اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن العملية الروسية في أوكرانيا مثلت فشلا استراتيجيا لموسكو ما قلل بشكل كبير من القوة العسكرية والاقتصادية وديبلوماسية لروسيا وتأثيرها لسنوات قادمة واليوم ما أريد فعله هو محاولة قدر الإمكان إيقاف الحرب العدائية الروسية لبوتين على أوكرانيا فنعرف أن هذا كان فشل تكتيتي كبير ونعرف أنها فشلت في إثبات نفوذها في سنوات المقبلة وسأشارك أيضا ما هي نظرتنا للمسار لتحقيق سلامنا مستداما وعادل حين ننظر إلى الأهداف في الطويلة الأمد لبوتين فنحن نلاحظ أنه ما منشك في أن روسيا أضعف اليوم ما كانت عليها قبل احتلالها أوكرانيا وذلك على السعاد السياسي والاقتصادي والجيو سياسي حين حاول عكس بوتين قوته أظهر ضعفه وحين كان يريد أن يفرق عمل على توحيد أطراف أخرى وما حاول منعه فهو الذي أدى إلى تحقيقهم ونعرف أن هذه النتيجة ليست بحادث بل هي نتيجة المباشرة لاتحاد الشعب الأوكراني بالإضافة إلى القرارات الحازمة والسريعة والمباشرة التي قد نبها مع شركائنا للدفاع عن أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر